ولدت حيث ولد المسيح بين طبارية والناصرة في قرية الشجرة بالجليل الأعلى أنا ناجل علي رسام الكريكاتير العربي من فلسطين عاقدا كفيه بملابسه الرثة مستاء منذ النكبة والنكسة حنظلة ما زال قويا متين كصخر فلسطين يشير فقط إلى الشهداء إلى ناجل علي في ذكرى اغتياله من قبل المساد الإسرائيلي عام 1987 في لندن ناجل علي صاحب الفكرة والضمير الحي فينا الحنظل من خلال المرارة دائما الحقيقة ضل مرة حاولتها أنسجها ببينة وجدت أنه مقبول هذا الاسم اسم زي شكله مش اسم ضريف لا اسم سوسو ولا زوزو على الشخصية تركتر حنظلة لا بقله يعني اسمه على كسمه زي ما بقوله فلا بقل فلقيته أنه يعني مناسب الاسم ولد فنان الكاريكاتير رسام الجرح الفلسطيني العميق ناجل علي عام 1937 في قرية الشجرة الواقعة بين مدينتي طبارية والناصرة في الجليل وأنتج العلي أربعين ألف رسم كاريكاتوري أسفر عن سعة شهرة الفنان ورسومه في أرجاء الوطن العربي وتميزت رسومه بالنقد اللادع ويعتبر من أهم الفنانين العرب وكان لدى ناجي شخصيات أخرى رئيسية تتكرر في رسومه كشخصية المرأة الفلسطينية التي أسماها ناجي فاطمة في العديد من رسومه فلقد عاش العلي قريبا من الناس والتصق بوجعهم ونقله وأبرمج بعض قضايا ممكن تكون أفكار بسيطة بس بتسجل مواقف مش ترفيه بالذات منسجم مع الكاريكاتير وأخيرا لقيت لغة تانية هي لغة الرسم لأنه كان أحب الرسم عندي من صغير ولقيت أنه اللغة كثيرة ذاتية وذات قيمة وفائدة وبتنصل في مسرح دائم مع الجماهير أنه إلي حضور مثل هذه الزاوية وهو هذه خشبة المسرح فعم بطرح أفكاري وبتواصل مع الناس بشكل عمي مكث العلي في غيبوبة حتى وفاته ودفن في لندن رغم طلبه أن يدفن إلى جوار والده في مخيم عين الحلوة حيث رسم أولى رسوماته على جدران المخيم حفرا وبالتباشير لتلفزيون فلسطين ياسمين شملاوي